قد تسأل صديقك ما هذا الهاتف الذي بيدك يقول لك إنه هواوي أو واوي صاحب الكاميرا الخارقة وأنا أحب التسلفون به وسلفوناته رائعة جدا عندما تلسقها على سناب شات لكن يا صديقي الهاتف صيني وهناك مقدمات حرب تجارية بين الصين وأمريكا وشركة هواوي ضمن الشركات الصينية المستهدفة بالعقوبات الأمريكية قد لا تتأثر سلفياتك بالمسألة لكن جوجل أعلنت قطع علاقاتها مع المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي فكيف سيتأثر هاتفك بالموضوع؟ أنت الآن كمستخدم للهاتف تستطيع تحديث التطبيقات من خلال متجر جوجل وأيضا تحديث برنامج التشغيل الأندرويد وعلاج الثغرات الأمنية في النظام ولكن في المستقبل ربما لن تتمكن من الوصول إلى متجر التطبيقات لتحديث الأندرويد نفسه أو تنزيل أي تطبيق جديد أو تحديثه أو من يشتري هاتف هواوي الجديد طبعا هو بحاجة لتنزيل جوجل بلاي لينزل منه التطبيقات لن يتمكن هذا من تنزيلها في المستقبل قد لا تحمل أجهزة هواوي تطبيقات مثل جوجل أيضا يوتيوب وأيضا أو جوجل مابس للخرائط تذكرونها ألم تتوقع الشركة الصينية هذا؟ مؤسس الشركة ران جينجي جينجفي اعتبر أن الولايات المتحدة تستخف بقوة أكبر شركة اتصالات في العالم ربما قد تتضرر بسهولة بعض منتجاتنا لكن منتجاتنا الأكثر تقدما لن تتأثر على الأقل لن تتأثر تقنية الجيل الخامس لدينا وليس ذلك فحسب بل بعد عامين أو ثلاثة أعوام لن يتمكن أحد من اللحاق بنا نحن الآن نتحدث عن الصين والولايات المتحدة الأمريكية ماذا عن أوروبا؟ ماذا عن بريطانيا مثلا؟ ماذا عن مستخدمي هذا الهاتف هناك؟ هذا الشخص هو بين وود من شركة CCS Insight ويقول سيكون للأمر عواقب كبيرة على عملاء هواوي وحتى الآن لم تصدر بريطانيا أي حضر رسميا على شركة هواوي طبعا المغردون من أكثر الناس الذين سوف يعلقون على الموضوع بين مرحب ومستنكر ومازح مثلا نبدأ بهذه التغريدة لخليل الصويت يقول اللي عنده هواوي للبيع أو قصد كاميرا على شكل تليفون فأدرج هذه الصورة لجيري وهو يقول وداعا لهذه التطبيقات التي ستبحر إلى غير رجعة يسخر طبعا أما بالنسبة لغسان شربل يقول هواوي جنرال صيني من الجيل الخامس عملاق تكنولوجي يتقدم لالتهام الأسرار وإلحاق طرق المستقبل بطريق الحرير إنه أخطر على الغرب من ماوسي تونغ وجيشه الجرار وكتابه الأحمر أيضا زاجة يقول القوى الشرائية في الصين أضعف مضاعف مما عليه في أمريكا هواوي لن تخسر ومؤشر أسهمها في تزايد والصين لديها محركها الخاص ليست بحاجة لجوجل أبو محمد يقول لك يجب علينا مقاطعة منتوجات أبل الأمريكية وهواتف آيفون الذي يستعين بشركات أخرى لتطوير أجهزته هواوي سبقت الآيفون ووضعت كل ما هو جديد في متناول المستهلك ينضم إلي من جدة أسامة عصام الدين الكاتب التقني والناشط في مجال التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك يا أسامة لماذا بالأصل الناس تشتري الهواوي بداية أهلا بك أستاذ أحمد وأهلا مشاهديك الكرام وبلا شك أن هواوي لديها أسباب كثيرة جعلتها تتطور وتنمو بشكل كبير جدا خال الفترة الماضية نتحدث تقريبا عن أكبر معدل تطوير في الهواتف عن شركات أخرى مثل أبل ومثل سامسونج من ناحية تحديثات الكاميرا تحديثات النظام تحديثات الأشياء المختلفة وربما هذه الوتيرة وتيرة التسارع السريعة جدا وتيرة التطوير هي مجالة المستخدمين يقبلون أكثر على شراء هواتف هواوي خاصة أن هذه الشركة تنفق مليارات المليارات على الأبحاث والتطوير لديها فلذلك هي شركة مستعدة أن تدفع المليارات حتى تحصل على المليارات طيب هذه المليارات بالنسبة لهذه الشركة ألم تحسب حسابا أنها مرتبطة ارتباطا عضويا بأمريكا وبشركة جوجل الأمريكية طيب ما الحل إذا كان تم حضرها من متجر جوجل وكل تطبيقاته في المستقبل بلا شك أنا أعتقد أن هناك حلين حتى الآن أو خياران لدى الشركة الخيار الأول أن تقوم بتطوير نظام خاص بها وهذا ما لمحط له أكثر من مرة بالفعل ولكن هذا سيكون عائقا كبيرا عند المستخدم من ناحية المطورين حتى يدعم التطبيقات على هاتفه هذا أمر طويل يحتاج سنين حتى يكون النظاما ممتازا والأمر الآخر والذي أعتقد أنه ما سيحصل هو التشاور والتفاوض مع الولايات المتحدة وربما حتى دفع غرامة مالية أو حتى تقديم تنازلات لبعض الأشياء المختلفة وهذا غالبا ما سيحصل يعني المارحة حصل تحديثا على الخبر أن الولايات المتحدة إذا أردت أن تنصح متابعيك من حملة أجهزة الهواوي كيف يمكن الالتفاف على هذه العقوبات هل من وسيلة يمكن استخدامها لإيهاني مثلا شركة جوجل أن الهاتف الذي أستخدمه ليس هاتف هواوي وبالتالي أنا أصل إلى المتجر وأنزل تطبيقات يعني المستخدمون الحاليين ليس رديهم أي مشكلة مع هاتفهم المستخدمون الحاليون هاتفهم حصلت بالفعل على الترخيص وسوف تستمر في استخدام خدمات جوجل وأشياءها المختلفة ولكن المشكلة نتحدث عن هاتف شركة هواوي القادمة التي لم يعلن عنها بعد هذه المشكلة وهذه التي سوف نرى ما سوف يحدث في أيام القادمة وإن غدا لنظره قريبه شكرا لك من جدة وسام عسام الدين الكاتب التقني والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لك